أيها ديورة الأحباب نقل الآن مع هذه الكلمة الطيبة يلقيها علينا فبيل الشيخ مصطفى عزة ميدان إماما كامع الأسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه وبعد فكل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد تحتفل إذاعة القرآن الكريم بالهجرة النبوية المشرفة تلك الهجرة التي لم تكن مجرد حدث تاريخي أدى دوره وانتهى أثر نعم لم تكن مجرد حدث تاريخي أدى دوره وانتهى أثره من حياة المسلمين بوصول المصطفى صلى الله عليه وسلم ورفقته إلى المدينة وانتشار الإسلام منها لكن يبقى هذا الحدث الجلل مدرسة يتعلم منها المسلمون الدروس والعبر ويأخذون منها العظاة ويسترشدون بها في طريق سيرهم إلى الله تعالى فهي تبقى كالنور الهادي في ظلمة الطريق والدليل الحادي عند تشعب المسالك والسبل ومن دروس الهجرة التي ينبغي أن يذكر بها ما كان للشباب فيها من دور هام وأثر كبير فعال وإذكاء هذا الأمر وتذكير الشباب به ربما يكون محفزاً لهم ومبيناً لأهميتهم ومدى قدرتهم على خدمة أمتهم ونشر دعوتهم بل ونصرها على أعدائها والمشاركة الفاعلة في إخراجها من محنها مستمعي الكرام فمنذ خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وإلى أن وصل إلى غار ثوب ثم بقائه فيه ثلاثا ثم بعد ذلك السير إلى المدينة المنورة نجد أن المشاركين فيه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه هم علي بن أبي طالب وعبد الله بن أبي بكر وأسماء بنت أبي بكر وعامر بن فهيرة فأما علي رضي الله عنه والذي ضرب مثالاً للجندي الصادق المخلص للدعوة الإسلامية والذي يفدي قائده بحياته حين بات رضي الله عنه ليلة الهجرة على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم تضحيةً بحياته في سبيل الإبقاء على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان من المحتمل أن تهوي سيوف فتيان قريش على رأسه انتقاماً منه لأنه سهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم النجاة لكن علي رضي الله عنه لم يبال بذلك ولم يرهبه بريق السيوف ولا أخافه لقاء الحتوف فحسبه أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الأمة وقائد الدعوة فضلاً عما قام به من تأديته لودائع وأمانات قريش لذلك من الخطأ ما يتردد الآن من أن يعتبر أبناء العشرين من أبناء زماننا أطفالاً ولا شك أن الفارق في التربية والنشأة واضح وإذا تركنا علياً إلى عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه نجد أنه كان فتاً ذكياً المعيّة ذا فطنةٍ نفاذة وقريحةٍ وقادة وفهمٍ ثاقبٍ وقلبٍ واقعٍ وتلقٍ حسنٍ لما يسمعه فكان يبيت بين أهل مكة يسمع ما يكيدون به لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه يعرف الأخبار والأحوال ثم يذهب في الليل ليخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فكان كما يقال صاحب المخابرات الصادق وكاشف تحركات العدو وكان في ذلك الوقت ابن بضعٍ وعشرين سنةً لا غير عامر بن فهيرة خادم آل الصديق كان جندياً من جنود الهجرة ولعل كثيراً من المسلمين لا يعرفون عامراً هذا مع أنه كان من السابقين إلى الإسلام تعلمون أسلم قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقى أسلم وهو مملوك وكان حسن الإسلام عُذِّب في الله فاشتراه أبو بكرٍ فأعتقه ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ إلى غار ثولٍ مهاجرين أمره أبو بكرٍ أن يروح بغنم أبي بكرٍ عليهما وكان يرعاها فكان عامر يرعى في مراعي أهل مكة فإذا أمساه أراح عليهما غنم أبي فهيرة أثره بالغنم حتى يعفي عليه فلما سار النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ من الغار هاجر معهما فأردفه أبو بكرٍ خلفه فكان عامر ضمن ركب الهجرة كما ذكر ذلك صاحب كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة كم كان عمر عامر بالتحديد ستاً وثلاثين سنة ستاً وثلاثين سنة فأين شبابنا؟ أين شبابنا من هذه النماذج الرائعة الشابة التي قام على التي قامت على أكتافها الهجرة ننظر فنجد الآن من الشباب والفتيات من يطيش لحظة الفراغ ويستبدُ به الفرح بالصحة وبعنفوان الشباب وتأخذه الرغبة في الترويح والتنفيس فيقتحم كل مكان ويضرب كل طريق يغريه كل من يلاقيه ويستهويه كل من يواليه والعدو كما تعلمون يلتمس الغرة ويلمح الغفلة ويذكي العيون وينصب الأبصار ويرصد ويلاحظ ليفترس طعمته ويقتنس نقذته وأكثر الفتيان والفتيات صغراً أخراراً وأكثر الفتيات والفتيان صغراً أغراراً يُخدعون ويُستجرون وبالتالي على الأولياء أن يأخذوا لهذه الفترة العمورية مزيدًا من التحفظ والتيقظ والرعاية والعناية والحزم والحذر ويحفظ أولادهم من أهل الفحش والطيش والسوء والفجور ويتكلَّف لبناتهم من الحراسة والحماية والرقابة ما يصونهن من المخاوف والمكار ويحميهن من الأعين الشرهة والنظرات الوقحة والأقوال المهينة والنفوس الدنيئة والصارم الحصيف من أولياء الأمور لا يتقاعس عن حماية شرفه ولا يتوانى عن صيانة عرضه فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سائلٌ كل راعٍ عما استرعاه حفظ أم ضيع حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته وعلى الفتاة المسلمة ألا تخضع بقولها أو ترقق في لفظها أو تتميع في صوتها أو تتكسر في كلامها ومشيتها حتى لا يطمع فيها القذرة الفجرة والفسقة المكرة والفتاة الواعية لا تسلم نفسها للفضيحة والعار فتراسل غريباً عنها يلعب بعواطفها في النهاية أو تخلو بأجنبيٍ فيلطخ شرفها ويدنس عرضها والفتاة الحازم لا يخالط من فسد من الصبيان ولا يجالس من انحرف من الشباب والفتيان ومن استرسل في صحبة الفسقة سقط في هوة الردى ووقع في حفائر العدى مستمعي الكرام كان هذا هو واقع شبابنا علنا نستلهم من دور الشباب في هجرة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام درساً وعبرةً لشبابنا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزق شباب المسلمين عفة سيدنا يوسف عليه السلام وأن يرزق فتيات المسلمين طهارة مريم عليه السلام إنه ولي ذلك والقادر عليه شكر الله لكم حسن الاستماع كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته